دي الحلقة 147 من سلسلة نصايح ومعلومات عن الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة الحلقة ديت هوجهها لأي عميل خارج مصر بيشتري استلام فوري مع قرب التسليمات في العاصمة الإدارية مع حضراتكم محمود كساب استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة ريالستيت جايد مبداياً مهم جداً إن حضرتك تخلي أي حد من طرفك أو تخلي البروكر اللي حضرتك بتتعامل من خلاله إنه يصور لك العقار اللي حضرتك بتشتريه سواء من داخل الوحدة ويصور لك كمان الفيديو بتاعها بيبص على إيه بالظبط ويصور المبنى طبعاً من الداخل ومن الخارج عموماً عشان طبعاً مهم جداً إن حضرتك تتأكد من كل الكلام اللي تقالك بالنسبة للمواصفات بتاعة الوحدة اللي حضرتك هتشتريها فطبعاً ديت نقطة مهمة جداً لإن للأسف فيه عمل كتير مش بتاخد بالها من الموضوع دوت وطبعاً العمل ديت لما بتنزل بنفسها بعد كده وبتعين على أرض الواقع بتتفاجئ بس طبعاً المهم إن دوت ما يخلكش إن حضرتك تأجل قرار الشراء لحد لما تنزل بنفسك لإن طبيعة الحال لو حضرتك معروضة عليك وحدة مميزة فأكيد طبعاً الحاجة المميزة مش هتستنى بخلاف كمان إن الأسعار أصلاً في تزايد مستمر وده طبعاً أكيد مش هيكون في صالحك لو حضرتك انتظر بس عموماً لو ما فيش أي حد من طرف حضرتك يقدر ينقلك الصورة من أرض الواقع فممكن طبعاً تخلي البروكر أو الوسيط اللي انت بتتعامل معاه إن هو يقوم لك بالمهمة ديت ولو ما فيش حد خالص فممكن تخلي السلز اللي حضرتك بتتعامل معاه بإن هو يفتح معاك مثلاً ميتينج زوم لايف أو كده مثلاً ويفرجك على الوحدة اللي حضرتك هتشتريها فدي كده عموماً كانت نقطة مهمة أنا حبيت ألف تنتباه حضرتكم ليها وعموماً لو في أي حد مهتم إن هو يشتري أو يستثمر في العاصمة ممكن طبعاً إن هو يتواصل معايا من خلال رقمي الظاهر على الشاشة متاحة للواتساب وفيه كمان لينك موجود في أول الوصفة حضرتك مجرد ما بتلغط عليه هو بيوصلك على طول على الواتساب الخاصبية وطبعاً أنا بصفتي استشاري عقاري متخصص في العاصمة من 2017 بعمل لحضرتك حصري كامل عن أهم العروض وأهم الفرص الاستثمارية اللي هي بتكون مناسبة لمتطلباتك مع شركات بيكون موصوق التعامل معاها وطبعاً بتكون في حدود الميزانية بتاعت حضرتك في الوقت اللي حضرتك هتكلمني فيه هي عموماً الخدمة دي بتكون مجانية وتشرفوني حضراتكم في أي وقت وشكراً جزيلاً